وقات بقى أسمحولي أنا هبتدي مع أستاذ سابح الأول أستاذ سابح أنا هميني أعرف أنت استقبلت الأول إزاي قرار مجلس الوزران بارح هو أنا استقبلته بصراحة بالاستهجان ما عجبنيش القرار لأنه أنا شايف أنه هو إعلامي يعني بمعنى أصح هو الحزم البلاوي أو الحكومة تم تلقص في الإعلامي عليها لمدة 48 ساعة متواصلة بلا انقطاع بلا انقطاع بلا انقطاع فنظام بقى حبوا يهدوا الأجواء لأنه كان فيه مطالبات بوزارة جديدة وحاجات زي كده فحبوا يستعبوا بشكل إعلامي النظام بإيه مفيش حنفي فطلعوا بهذا القرار وأنا شايف أن القرار ده ليس لأي قيمة على عرض الواقع أولا لأنه بيستند إلى مادة في قانون العقوبات طبعا المادة دي مهم موجودة في قانون العقوبات تمام وبعدين دي موجهة للقاضي وقاليمة تتكلم عن العمل الإرهابي فهو القاضي مش محتاج قرار للوزارة عشان يقول إن العمل ده إرهابي القاضي قدامه عمل إرهابي حيدي إعدام أو أشغال الشقة معبدة ولو انتماء لي هو أصلا من غير القرار نحن نتكلم عن جماعة تنظيم سري بيهدف إلى زعزعة الاستقرار للدولة وترويع المواطنين وضد الأمن القومي وحاجات كثيرة جدا فبسهولة أنت كان عندك قانون العقوبات تقدر تدي العضو المنتمي بشكل رسمي للإخوان المسلمين من 30 إلى 15 سنة سجن وعندك بشكل رسمي وقانوني قبل القرار ده إنك إنت لو حد شارك أو مول أو دعم عمل إرهابي على أرض أثبت إن ده دعم أو ساعد أو آوة أو آوة أو آوة من حق تديره مؤبد أو إعدام إنما العضو العادي اللي هو لم تزبط ضده التنظيم أو التخطيط لعمل إرهابي فأنت عندك من 30 إلى 15 سنة سجن قبل هذا القرار فإذا منقرر في حد ذاته على أرض الواقع بالإضافة لخلاف القانوني الكبير إنه لازم يكون قانون من رئيس الجمهورية وإنه منفعش كده فإحنا منتكلم قريدي عمد ده موجودة في قانون العقوبات أحدك عايز تقول هدف منه إعلامي سياسي تهدئة الرأي العام بالضبط والمواطنين الأسف الشديد هم استمعوا للإعلام إنه بينادي بقانون وإكدنا خلاص النهاردة حيصدر القرار فهنلاقي 50-60 ألف وحد في السجن فالمشكلة تحلت وهدينا والموضوع طب ما هو كان عندنا قانون الطوارئ وما تنفسش وكان عندك قانون المظاهرات وما تنفسش وعندك قانون العقوبات وما تنفسش فيه قانون الإرهاب أو ما تعالش لسا قانون الإرهاب فيه قانون الإرهاب حالي حاجة ما بولت على تعديلات يعني لا فيه المواد اللي هي 86 دي هي مواد العملات الإرهابية ودي مخولة للقاضي القاضي لما يشوف قدامه عملية إرهابية قدامه 25 سنة سيكن وقدامه عدين